احنا حاليا عندنا اتنان جامسورة تم الكشفة عن اول صورة بغاقة ليه لكم السلام عليكم ازايكم كمية احداث كتيرة جدا حصلت في الفضاء في خلال ال 24 ساعة اللي فاتت حاجات مهمة جدا وحلوة جدا اوعدك ان انت اول مرة هتسمعها النهار بس خلونا نبدأ مع بعض واحدة واحدة اول بحث نازل على ال IOP Science هو بيكشف لنا عن حاجة مهمة اوي بخصوص الحياة الفضوية بيقول لنا ان ممكن النجوم ان المجالات المغناطسية بتاعتها فائقة القوة ان هي تضيق نطاق البحث بتاعنا عن الحياة الفضوية مؤخرا اكتشف علماء الفلك دليل ان في نجوم صغيرة بس المجالات المغناطسية بتاعتها قوية اوي والنجوم دي صعبة اوي ان هي تستضيف اماكن صالحة للحياة البحث الجديد بيقول ان ظهر مجالات مغناطسية قوية جدا حوالين النجوم الصغيرة وده لما تبدأ للأسطح والأجزاء الداخلية بتاعت النجوم دي بتدوران بنفس الصغيرة لكن مع الوقت بتبعد شوية وبتضح بشكل غير متزامن والعملية دي اسمها آلية الفصل بين النواة والغلاف الداخلي واكيد هتأثر في البحث بتاعنا عن حياة في مكان تاني جوه مجردنا ضرب التبانة أحد البحثين بيقول ان ممكن الفيزية النجمية ان هي يكون ليها أثار مفاجأة على المجالات التانية وبيقول ان النجوم اللي المجالات المغناطسية بتاعتها دي عالية قوي ممكن ان هي تضغب الكواكب بتاعتها بإشاع عالي الطاقة والتأثير ده بيفضل لمليارات السنين على بعض النجوم والإشاع اللي الطاقة بتاعته عالية ده ممكن ان هو يشوي الكواكب اللي حواليها ويخلي الميا اللي عليها تغلي بالكامل وده هيمنع الجزيئات بتاعت الكواكب دي ان هي تكون المكونات الرئيسية للحياة لحد دلوقتي علماء الفيزية الفلكية بيقولوا ان النجوم اللي الكتلة بتاعتها أقل من الشمس بتكون المغناطسية بتاعتها ضعيفة قوي وده لانها بتضغب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد قوي وده معناها ان النجوم دي مثاليا ان هي تستضيف حياة في النهاية اقنا لقينا دليل ان في نوع مختلف من الآليات اللي بتحرك مغناطسية النجوم دي أما بقى الحاجة اللي بعد كده اللي لازم نتحقق منها هو ان المغناطسية المحسنة بتحصل في انطاق أوسع بكتير فلو قدرنا نفهم اللي بيحصل في الأجزاء الداخلية للنجوم دي فده هيقود العلم الانتجاه الجديد تماما الحاجة اللي بعد كده اللذيذة قوي فيه مسلسل اسمه في حلقة من الحلقات بيظهر اتنين بيتخلصوا من نفايات على سطح المغيخ وباين جدا ان حتى في الأعمال المنزلية البسيطة قوي لازم ساعتها نرتدي بدلة الفضاء في الوصف الرسمي للحلقة بيقولوا ايه بقى ان الحياة على كوكب المغيخ مش سهلة خالص حصل تداخل لسلسلة من التواهجات الشمسية مع الالكترونيات اللي موجودة في البيت بتاعنا والمفروض ان هما يصلحوا الألواح الشمسية بسرعة قبل ما يحصل طوارب شمسي تاني الحاجة اللي بعد كده معنا مقالة نازل على موقع سبيس وبتقول لنا ان الأرجنتين هتشارك في برنامج أرتمز التابع لوكالة ناسا وبكده الأرجنتين هي الدولة رقم 28 اللي بتوقع على اتفاقيات أرتمز في اطار عمل وكالة ناسا للاستكشاف السايمي للفضاء والأمر قدر مدير وكالة ناسا ان هو يوقع مع الرئيس الأرجنتيني والكلام ده طلع في بيان لوكالة ناسا قالوا فيه ان أمريكا والأرجنتين حطوا معيار لاستكشاف واستخدام الفضاء في القرن الواحد والعشرين وطلع بيان لحكومة الأرجنتين قالوا فيه ان ضروري ان احنا نتقدم فيما يتعلق بتطوير الفضاء وهم مقتنعين ان لازم دي يكون سياسة دولة الأرجنتين مش بس كده ده كمان رسي وصين أعلمهم ان هم بيخططوا ان هم يبنوا قاعدة على الأمر في التلاتينات وكده بينزاوا السلطة من أمريكا وخلفائها وانا بينت قبل كده ان فيه سباق فضائي بنصين وأمريكا اه؟ الخبر اللي وحش لبعد كده ان الأمر الصناعي اللي يعتبر القائد في مجال الرياح اتحرق في الغلاف الجود تاع كوكب الأرض والمهمة دي كانت تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية اسمها ايولاس هم كانوا عايزين يرجعون مرة تانية الكوكب الأرض في عملية اسمها اعادة الدخول الآمنة والعملية دي على فكرة هي الأولى من نوعها فالمركبة دي دخلت الغلاف الجوي الساعة ثلاثة مساء فوق الكارة الكطبية الجنوبية وتعملت منورات كتير علشان يتأكدوا ان مفيش حاجة سقطت من غلاف الجوي في المحيط الأمر دا كان اسمه حارس الرياح تم اطلاقه في 22 تمانية سنة 2018 على متنة ساروك فيجا وكانت المهمة الاساسية بتاعته ان هو يبقى اول اداء لقياس غياح الارض بالفضاء والأمر دا ساهم كتير جدا في ابحاث المناخ وكان ضروري جدا للتنبؤ بالتقس وبانت قدرته مع ظهور كوفيد-19 كورونا عارف ليه لان دول العلم كله وقفت تشغيل ادوات التقس اللي بتبقى على الطيارات كان وزن الامر الصناعي دا 1360 كيلو جرام واشتغل لمدة 36 شهر الحاجة اللي بعد كده ان تم الكشف عن اول صورة بغاقة للكون عن طريق تلسكوب ايقريدس تلسكوب ايقريدس التابع لوكالة الفضاء الاوروبية اخيرا بعت لنا اول صورة والصورة دي بتأكد لنا ان ادوات المقصد الفضائي دا بتشتغل كويس جدا نجاح تلسكوب ايقريدس لحد الوقت مصير قوي لكن الغرض من الالة دي هو تحديد الجانب المظلم للكون بتاعنا وده عن طريق تحليل مليارات المجارات اللي اتبع لعننا مليارات السنين الضوئية وكالة الفضاء الاوروبية بتقول ان الخريطة اللي عايزة تعملها للكون عن طريق تلسكوب ايقريدس سلسية الابعاد وكمان هيكون فيها عمصر الوقت علشان تظهر لنا ازاي اتطورت العوالب دي كلها مع الكون بتاعنا الصورة الاولى اللي تم الحصول عليها باستخدام ادوات اوكليدس المرئية والاشعة تحت الحنرة متحت لنا عصر الدين لعلم الكونيات المقصود وعلم الفلك الاخصائي عايز اقول لكم ان الصورة دي بيتمثل بداية البحث عن طبيعة الطاقة المظلمة تم اطلاق التلسكوب ده في واحد يوليو وهو حاليا بيطفو على بعد واحد وستة من عشرة مليون كيلو متر من كوكب الارض ونضم التلسكوب جيمس ويد في نقطة لاجرانج التانية والعلماء هيفضلوا يختبروا في التلسكوب ده لحد ما يبدأ رسميا في تطوير المسح الكوني بتاعه والصور اللي انتقاطها التلسكوب ده عن طريق اداة اسمها VIS والاداة دي من خلال جزء نطيف الكهرومغماطيس المرئي للعين البشرية باطوال موجية بين 550-900 نانو متر والمفروض ان هو بعد كده هيستخدم اداة اسمها NISP والاداة دي بقى بتقوم لضغيني اول حاجة ممكن تصور المجرات في ضوء الاشعة تحت الحمراء او الضوء اللي هو مش مرئي للعين اللي هو بين 950-2020 نانو متر وعلى فكرة دي نفس الاطوال الموجية للاشعة تحت الحمراء اللي بيستخدمها تلسكوب جيمس ويد يعني ممكن نقدر نقول ان احنا حاليا عندنا اتنان جيمس ويد حضرناك من الكهربة في حاجة ملمس ارضي يعني اخر حاجة معنا ظاهرة اسمها الامر الاغلاق ودي ما حصلتش في العالم كله هي حصلت في بعض الدول في بعض الدول قصرت في وعدة 8 وبعض الدول في 2-8 علشان تفهم الموضوع لازم تفهم ان الشمس كده اي حاجة بتضغ حواليها بتضغ على شكل بيضاوي اقرب نقطة هي الخضيب وابعد نقطة هي الابر وهكذا الامر وهو بيدور حوالين كوكب الارض بيدور على شكله بيضاوي اقرب نقطة اللي هي الحضيب وابعد نقطة اللي هي الابر فالامر لما بيوصل لاقرب نقطة لي من كوكب الارض وهي نقطة الحضيب ده بيزود حجمه المرئي لـ 14% وده على فكرة مش هتلاحظه اوي الا لو كنت في مجال الفلك بس لو الظروف مش مناسبة في منطقتك فمش هتقدر ان انت تشوفه في الحدث بقى بتاع النهاردة الامر كان قريب جدا من كوكب الارض عايز اقولك ان حجمه المرئي وصل لـ 30% لان في الوقت ده كان الامر على بعض 357.530 كيلو متر من كوكب الارض بس طبعا انت محظوظ ان انت على قناتي علشان لأول مرة هتشوف حاجة زي دي لحد نقلصت حلاتنا يا رب بكون عجباتكو ويا غير تكونش رحت لك الموضوع بشكل مبسط طبعا مقالات كاملة هتاعتها تحت اللي حبيب يطلع عليها والسلام عليك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة